للمزيد من المتابعة حول مستقبل أسعار النفط العالمية لعام 2023 ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ كامل الحرمي الخبير النفطي أستاذ كامل أهلا بك العام الجديد يحمل في جعبته صعود جديد هذه هي التوقعات برأيك ما أسباب هذه التوقعات وما تأثيرها على سياسة أوبيك خلال العام المقبل طبعا أهم شيء العوامل الاقتصادية خصوصا أن هناك نوع من النهوض من الاقتصاد الصيني ولهذا الآن نرى سعر النفط عنده معدل 80 دولار للبرميل واحد والسبب الآخر هو الأزمة النفطية الروسية ومدى امتثال روسيا نطاق سعري على سعر النفط هذا وقف مهم جدا بمعنى أن هل روسيا تتوقف امداداتها النفطية إلى أوروبا عن طريق الأنابيب أم ماذا على كل حال التوقعات الآن أن هناك في استمرارية في ارتفاع سعر البرميل بالإضافة أن احتمال دول منظمة أوبيك تخفض من إنتاجها أكثر إذا ما دعت الضرورة لأن منظمة أوبيك تخفض بحاجة إلى نطاق سعري عنده معدل تقريبا مناسب جدا ويحقق لهم وفرة في الميزانية العامة لدولهم هو نطاق 90 دولار أتوقع فعلا لأن الأسواق غير مطمئنة غير مريحة وهناك أيضا راح يكون فيه تذبذبات وتقلبات في أسعار النفط بسبب رفع البنك الفدرالي الأمريكي للفوائد البنكية على الدولار الأمريكي هذا قد يساعد في خفض سعر النفط لكن عامة مدام في عالمنا لا يوجد مثلا أمدادات كافية من النفط الخام وبغض النظر أن هناك صار يصبح أو يكون هناك كساد اختصالي عالمي إلا أن هناك طلب على أي حال طيب أستاذ كامل أنت تحدثت تحدث عن فيما يتعلق بتحديد صقف لسعر النفط الروسي ودخوله حيز التنفيذ الجانب الروسي قال بأنه سيكون هناك رد مدروس بالإضافة إلى إيقاف النفط الروسي للدول التي ستقر صقف لسعر خامها كيف ترى مستقبل إذن سوق النفط العالمية في الفترة والعام المقبل وخاصة أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي نعم أستاذ كامل هل تسمعوني؟ إلا أسمعك نعم تضل هناك مشكلة روسيا عندها مشكلة بالنطاق الساري أقول قريح معكم بمعنى أن الآن تبيع نفوطها إلى الصين الهند وتركيا عند معدل خمسين دولار للبرميل واحد لأنه لكن دول أوروبا وضعت صقف عند معدل ستين دولار للنفط الروسي وهذه مشكلة مشكلة روسية ليست مشكلة أخرى ولهذا السبب يعني هناك نوع من عدم التواسط أكيد أن روسيا لن تعترف ولن تتعامل مع النطاق السعري الأوروبي عند معدل ستين دولار ومن ثم على روسيا إن أرادت فعلا أن تستفيد من هذا المقاطعة الأوروبية لها أن توقف إمداداتها النفطية عن طريق الأنابيب إلى أوروبا موسيقى المترجم للقناة